بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي دلوقتي مخاضرة تفاصيل التسليح بتاعت الفريمز أو رينفورسمنت ديتيلينج في عندنا بعض القواعد العامة اللي بنحاول ان احنا نلتزم بيها عشان نوصل لتسليح جيد للفريمز القواعد دي ممكن نبص عليها بسرعة مع بعض دلوقتي اول حاجة ان التسليح بتاعي لازم يقاوم كل اجهادات الشد المتولدة وده معناها ان التسليح يتصنم تبعا لاقصى عظوم وقوة داخلية متولدة في الفريمز وكمان التسليح ده لازم يمتد علشان يغطي كل اماكن الشد تبعا للبينيج مومنز اللي موجود في الفريمز تاني نقطة ان لازم التسليح بتاعي يستوفي الحدود الدنيا لنسب التسليح اللي المفروض ان انا استخدمها سواء في الاعمدة بتاعت الفريمز او في الكاميرات بتاعت الفريمز سواء في جانب الشد او في جانب الضغط تالت نقطة لازم التسليح بتاعي لما يجي اوقفه لازم استوفي اشتراطات الانكريج and development lengths دي اللي احنا خدناها في RC2 اطوال الروباط واطوال التماسك لازم احترمها لما اجي اوقف الحديد من القطاعات اللي فيها maximum moment maximum stresses في هذه الاسياخ او من عند اخر نقطة انا محتاج عندها اي سيخ عايز اوقف كمان لازم التسليح بتاعي يكون بسيط ويكون عملي بحيث يبقى سهل التنفيذ والتركيب اثناء عملية الصد خنبتدي دلوقتي نتكلم على الوصلات الاساسية اللي ممكن تكون موجودة عندنا في الفريمز ونشوف التسليح بتاعها بيمشي ازاي اول وصلة هنتكلم عليها هي وصلة العمود مع الكاميرا وصلة زي لموجودة قدامي دهيت اي فريم تقريبا لن يخلو من عمود منتصل مع كاميرا شكل المومنت في الوصلة دي بيكون زي ما هو موجود قدامي كده عندي negative moment بيديني شد للخارج سواء في الكاميرا او في العمود لو ايت ابص هنا في التسليح بيتم ازاي فهلاقي ان التسليح الرئيسي عندي اللي شايل المومنت اللي هو التسليح الخارجي ده اللي ماشي من العمود للكاميرا القاعدة الاساسية بتاعتنا في الشغل ان الحديد بتاع العمود هو اللي يدخل في الكاميرا مش حديد الكاميرا هو اللي يدخل في العمود علشان ده بيمكنني وانا بصب العمود كده كده حديده لازم هحطه يمتد ويدخل في الكاميرا انما لو اخدت حديد الكاميرا ودخلته في العمود معناها أنه أنا بصب العمود لازم حديد الكاميرا يكون موجود في مكانه من الأول بما يحتاج شدات خاصة علشان أسنده عنه علشان نبسط الأمور في التنفيذ القادة بتاعتنا حديد الكاميرا هو حديد العمود هو اللي يدخل فيه الكاميرا تعالوا نشوف الحديد الرئيسي بتاعي أهم طبعا لشكل البنينج مومت اللي موجود المومت الماكسيمون بيكون في العمود فوق بيقل المومت دهوت وأنا نازل تحت فالشيء الطبيعي أن الحديد اللي أنا محتاجه تحت في العمود يكون قليل لما أطلع لفوق بيبقى الحديد أكتر شوية لو بصيت للحديد دهوت لأنه بيدخل في الكاميرا فلازم كمان الحديد دهوت يشيل النيجاتي في مومت اللي موجود في الكاميرا على الرغم من أن المومت اللي في الكاميرا والمومت اللي في العمود متساويين إلا أنه في معظم الأحوال بيكون الحديد اللي مطلوب في الكاميرا أكبر من الحديد المطلوب في العمود بسبب أن القطاع بتاع الكاميرا بيكون عليه مومت بس جالبا النورمال فورس اللي فيه مهملة فبيديني حديد كبير بينما الحديد بتاع العمود بيكون فيه normal force بتقص في الاحتبار في معظم الأحيان سواء كان القطاع large eccentricity أو small eccentricity فالnormal force بتقلل لشوية الحديد المطلوب في جانب الشد حتى ولو كان قيمة العزم هي نفس العزم اللي موجود في الكاميرا وبالتالي باخد الحديد الكبير اللي فيهم هو ده اللي بمشيه من العمود وبدخله في الكاميرا من ايه مقدر استغنى عن جزء من الحديد ده هوت خاصة لو الحديد اللي عندي كبير مش لازم اخد الحديد بالكامل على كامل طول العمود لأ انا ممكن الجزء اللي فيه مومنت كبير فوق هو ده اللي يبقى فيه الحديد الكبير كل ما بنزل لتحت في العمود المومنت بيقل حوصل لقطاع ما اقدر استغنى عن جزء من الحديد واقفه واستمر بباقي الحديد بتاعي لحد العمود تحت نفس المنطق موجود في الكاميرا الماكسيم مومنت موجودة عند اتصال الكاميرا بالعمود هنا اكبر كمية تسليح مطلوبة لو الحديد اللي عندي كبير موجود على صفين مثلا كل ما المومنت بيقل زي ما انا شايف قدامي هنا شكل المومنت كل ما المومنت بيقل ممكن اقدر استغنى عن جزء من الحديد بتاعي اوقف صف مثلا من الصفين اللي عندي في الاول واسيب الصف الثاني اللي موجودة عندي يستمر لحد ما يوصل لزيرو مومنت ويغتي لي كافة اماكن الشد اللي فضلة في الكاميرا في النيجاتف مومنت ويقف بعد الزيرو مومنت سواء الحديد اللي هيقف هنا او الحديد اللي هيقف هنا او حتى اللي هيقف في العمود لازم يستوفي مسافات الروباط والتماسك المطلوبة زي ما درستاها قبل كده بالنسبة لحديد العمود الجانب الداخلي في العمود بيكون في حديد موجود حتى لو كان القطاع ده small eccentricity أو large eccentricity عنده minimum reinforcement لازم يتخطى في الجنب دهوت الحديد دهوت ما هو الشاي الشد وبالتالي مش محتاج أطوال روباط كبيرة يكفي أن نرى أطلعه في العمود ويقف بالمنظر دهوت بالنسبة لحديد الكاميرا الحديد السفلي الرئيسي اللي شايل البوست المومنت اللي موجود في الكاميرا اللي فوق يستمر لحد ما يدخل في العمود في الآخر وبالنسبة لحديد العلوي area steel dash بيبقى ماشي فوق في الجزء دهوت ويجيو أفنهوت على مسافة روباط ما بين الحديدين دول اللي هي اللي احنا عرفينها قبل كده 250 ملي أو 12 فاي أيهما أكبر لو أنا كنت محتاج أن أنا أستخدم التكسيح في الوصلة دهيت عشان يشيل الشير ففي الحالة دهيت ما ينفعش أن أنا أخد حديد الكاميرا وأكسحه وأدخله في العمود لأنه زي ما اتفقنا القاعدة العامة حديد العمود هو اللي يدخل في الكاميرا حديد الكاميرا ما يدخلش في العمود لو أنا كسحت الحديد من هنا ومشيته فوق مش هينفع وقفه إنهوت في منطقة الماكسيموم نيجيتيف مومنت هبطر ألف ودخله في العمود عشان أديله طول الرباط بتاعه ودي مش حاجة هتكون مناسبة لعملية التنفيذ إنما لو أنا محتاج تكسيح يبقى أخد حديد الكاميرا ووصله لحد الآخر سفلي زي ما هو ما كسحوش فوق وأخد حديد العمود اللي طالع عندي جزء منه أقدر أستغنى عنه بعد ما يستوفي النيجيتيف مومنت ويغطي النيجيتيف مومنت بتاعي أقدر أكسحه للأسفل بالشكل ده وياخد طول رباط بتاعه وطول التماسك بتاعه ويقف ممكن صف التاني اللي عندي برضه أقسمه برضه جزء يتكسح كده وجزء على الأقل تلت الحديد العلوي بتاعي لازم يغطي زي مومنت ويفضل ماشي فوق ويقف بالمنظر اللي عندي ده الوصلة بتاعة العمود مع الكاميرا بيبقى فيها حاجة كده لازم ناخد بلنا منها الفريمز الكبيرة اللي عندي بيبقى الحديد اللي موجود عندي وبيلفه في الحتة ده هي تشايل قوة شد كبيرة في قوة شد هنا هو تنزل للتحت في قوة شد هنا في الاتجاه ده هوت محصلة قوة الشد اللي هنا والشد اللي هنا هيبقى في قوة بتؤثر على الخرصانة تعمل ضغط على الخرصانة في هذا الاتجاه قوة الضغط ده هي بتعمل لي splitting force في الخرصانة زي أي حمل مركز على منطقة صغيرة لما يجي يتوزع في القطاع بتاعي على مساحة أكبر بيعمل لي splitting force تسبب لي ممكن شرخ في الخرصانة يحصل في الجزء ده علشان أتلاشى الشرخ ده هوت وما تدلوش فرصة أنه يكون عندي شرخ كبير يأذي الوصلة اللي موجودة عندي فالحديد بتاعي لازم يغطي منطقة الشرخ المحتملة ده هات ببساطة شديدة لو حديد العمود اللي عندي اللي طالع ده هوت في حديد مينمم لازم يتحط في الأعمدة على مسافات لا تزيد عن 250 ملي ده هوت الحديد المينمم بتاع الأعمدة اللي بيتحط وبالقطر لا يقل عن 12 ملي الحديد ده هوت أوصله في العمود لحد الآخر خالص بحيث أنه يتقاطع مع منطقة الشرخ المحتمل ويقدر يقرست الشرخ ده هوت من أنه هو يكبر أو يتسع حديد الكاميرا بتاع الشرينكيج احتمال كبير في الفريمز يكون ارتفاعها كبير بيكون في عندي حديد شرينكيج في الكاميرا بمد حديد الشرينكيج ده هوت لحد آخر القطاع اللي عندي وبلفه كمان أفقيا علشان ياخد طول روباط كويس جواه في الخرصانة برضو الحديد ده هوت حيطاع لي الشرخ اللي موجود وحيساهم في أنه هو يقاوم الشرخ اللي هتتولد من السبيتينج فورس ده هيط كمان في عندي الكنات بتاعة العمود لازم تستمر في الوصلة ما بين العمود والكاميرا لحد آخر القطاع من فوق برضو الكنات ده هيط زي ما احنا شايفين بتقطع الشرخ اللي ممكن تتولد نتيجة السبيتينج وبرضو بتقاوم الشرخ ده هيط وتساعد على أن ما يحصلش انهيار للفريم أو كسر كبير في هذه الجزئية في حالة الفريمز لما بتكون كبيرة بيكون الأقطار بتاعة الأسياخ اللي موجودة عندي ده هيط كبيرة بلف الحديد ده هوت على ريديس كبير عشان أقلل البريشر اللي بيحصل على الخرصانة هنا وأقلل سبيتينج فورس اللي ممكن تحصل عندي فبستخدم نص قطر دوران في حدود 15 فاي 15 مرة قطر السيخ بالنسبة لهاية انسايل استيل الكلام ده هيسيب لي ركن كبير كده في الخرصانة فوق ما فيوش تسليح إذا ما كانش عندي سقف ماشي في الجزء ده وفيه كاميرات سنوية عمودية على القطاع هنا لها تسليحها ولها كنتها يبقى لازم أراعي ان انا حط تسليح خاص خفيف في المنطقة ده هيط بأكتار صغيرة علشان ما سيبش هنا جزء كبير من الخرصانة كفر كبير قوي ما فيوش تسليح ممكن يتكسر ويقع الرحل يبقى ده غير التسليح بتاع الفريم اللي شايل المومنت اللي هو الأحمر ده بحط التسليح الإضافي اللي بكلم عليه ده هوت في الزم الوصلة اللي هنشوفها دلوقتي تاني وصلة هي وصلة عمود مع كاميرتين في الفريم الوصلة ده هيت بتقابلنا لو أنا عندي الفريم بتاعي كونتينيوس بيكون فيه عندي عمود موجود في الفريم هنا هوت وفيه كاميرا من اليمين وكاميرا من الشمال ده شكل المومنت نتيجة الأحمال اللي موجودة على الفريم كالتومت لود بس خد بالك إن العمود هنا هوت من التماثل لو عندي ألتمت لود في البحر اليمين والشمال هيكون عليه زيرو مومنت بالشكل ده بس لو أنا أخدت الكيسز وفلودين عندي في الاعتبار هتلاقي لو البحر اللي على الشمال عليه ألتمت لود واليمين مينيمم لود هتلاقي متولد على العمود بتاع الفريم مومنت بيديني شد على جنب اليمين والعكس لو كان البحر اليمين هو اللي متحمل بالألتمت لود والبحر الشمال بالمينيمم لود وبالتالي العمود بتاعي بتاع الفريم معرض لمومنت شد ممكن يجيلي من اليمين وممكن الشد بتاعه يجيلي من الشمال لما أجي أحط التسليح بتاع الوصلة دي هاخد الحديد بتاع العمود اللي هو متصمم عند القطاع ده اللي فيه الماكسيوم مومنت تبعا للماكسيوم مومنت اللي جاي من الكيسز بلودين بتاع الفريم حسبت الحديد اليمين وحسبت الحديد الشمال أحط الحديد اللي في اليمين ويطلع لحد ما يوصل للكاميرا ويلف ويخش فيها علشان يساعد مع النيجاتف مومنت بتاع الكاميرا نفس الكلام الحديد اللي في الجنب الشمال بتاع العمود ده شايل شد في بعض الكيسز وبلونيج اللي عندي هيوصل لحد فوق خالص ويلف ويدخل في الكاميرا يساعد في أنه يقوم المومنت النيجاتف بتاع الكاميرا الشيء الطبيعي أن الحديد ده أو ده بتبقى قيمتهم محسوبة على المومنت بتاع العمود اللي غالباً بيكون أقل من النيجاتف مومنت اللي موجود في الكاميرا ده بالإضافة إلى أن حديد العمود محسوب على مومنت ونورمال فورس كومبريشن بينما حديد الكاميرا هيتحسب على المومنت بس لأن زي ما اتفاقنا غالباً النورمال فورس في الكاميرا بتكون مهملة وبالتالي الحديد اللي أنا عايزه في الكاميرا بتكون المساحة بتاعته أكبر من الحديد اللي جايلي من العمود عشان كده الحديد اللي جاي من العمود ما بيكونش كافي لوحده بحط مع حديد اللي هو اللي لونه الزيتي دهوت جاي من قول هنا لحد هنا يغطي مع حديد العمود ويساعد معه يصبح الحديد اللي موجود في الكاميرا هنا هو جزء منه جاي من العمود وجزء جاي من الحديد الإضافي اللي أنا حطيته ونفس الكلام في القطاع التاني الحديد اللي جاي عندي هنا هوت جزء منه جاي من العمود وجزء جاي من الكاميرا ممكن أستغل الوضع ده أن الجزء اللي جاي من العمود يقف بدري شوية بمجدرة ما أقدر أستغنى عنه تبعاً للمومنت اللي بيتناقص في الكاميرا بالشكل ده ويفضل لي الحديد الإضافي اللي أنا حطيته في الكاميرا يوصل لحد ما يغطي نقطة Zero Moment وياخد بعدها مسافة طور اللباط المطلوبة مع احترام طول التماسك من قطاع اللي فيه Maximum Moment يبقى كده حطيت حديد العمود من هنا ومن هنا حطيت الحديد بتاع الكاميرا الإضافي يفضل لي حديد الكاميرا السفلي اللي هو بيتصمم على البوست المومنت اللي هنا واللي هنا قادي الحديد السفلي أهو وقادي الحديد السفلي الثاني في الكاميرا أهو وقادي Area Steel Dash اللي في الجنب ده وإريا Steel Dash اللي في الجنب الثاني وصلت برضه العمود مع الكاميرتين لو كان عندي الفريم مش متماسل وكان فيه عندي بحر كبير في الجنب ده هوت وبحر صغير في الجنب الثاني غالباً بيكون في الحالة ده هي شكل المومنت بالشكل ده المومنت كبير ناحية البحر الكبير المومنت السالب اللي في الكاميرا والمومنت السالب اللي موجود ناحية البحر الصغير بيبقى أصغر بلاقي المومنت اللي في العمود له اتجاه سائد بحيث أنه البحر الكبير هو اللي بيغلب بيغلب بيخليلي الشد دايماً فيه جنب واحد في الحالة في الحالة ده هي تقادي حديد العمود في الجنب الأساسي اللي فيه الشد والحديد ده هوت هيوصل للكاميرا ويخش فيها يساعد مع حديد الكاميرا في العزم السالب اللي هنا الجنب الآخر من العمود مفيش فيه شد حيتولد من البنينج مومنت الأصلي وبالتالي الحديد بتاعه هيطلع ويقاب بالشكل أصبح كده حديد العمود اتحط دخلي من العمود للكاميرا في جنب واحد من المنظر ده بعد كده هلاقي النيجاتي في مومنت اللي موجود هنا محتاج حديد أكتر من اللي جاي من العمود وهلاقي النيجاتف اللي موجود هنا محتاج تسليح ملوش تسليح جاي من الكاميرا يبقى حسب الحديد اللي موجود فوق دهوت بحيث انه هو لوحده يقدر يشيل النيجاتف اللي موجود النيجاتف مومت اللي موجود هنا وهو مع الحديد اللي جاي من العمود يقدر يشيل النيجاتف مومت الكبير اللي موجود في الناحية التانية يبقى ده الحديد الاضافي اللي بحطه بحيث انه يغطي لي كل اماكن الشد ويوفي لي كل مساحات التسليح اللي انا محتاجها سواء التوتل اللي موجود في الجنب الشمال أو هو الوحده في الجنب هيني وبرضو لازال حديد الكاميرا السفلي اللي هنا واللي هنا والعلوي اللي هنا واللي هنا هم بنفس الأسلوب اللي قلناه أبل كسه أحياناً الواصلة بتاعت العبود والكاميرتين بتجيلي في فريم الكاميرات بتاعته ميلة بالشكل اللي موجود عندي برضو نفس الأسلوب اللي أنا هشتغل عليه قادي شكل البنج مومنت اللي موجود عند الوصلة دهيت برضو لو كانوا البحرين متساويين وغالبا في حالة الفريمز الميلة بالشكل دهوت غالبا بيكون البحرين عندي متساويين ومتماثلين في الحالة دي برضو فكرة النيجاتي في مومنت اللي موجود في الكاميرا كبيرة اهيه العمود نتيجة حالات التحميل ممكن مرة يكون معرض للشمد يجيلي من جنب اليمين او الكيسوفلودينغ تانية الشدي يجيلي من ناحية الشمال القاعدة هي هي قادي حديد العمود اللي موجودة عندي تحت اهو هيطلع ويلف ويخش في الكاميرا فوق حديد العمود اللي موجود في الجنب التاني هيلف ويدخل في الكاميرا بالشكل دهوت الحديد الكل اللي انا عايزه في الكاميرا هنا هيكون اكبر من الحديد اللي جاي من العمود هتطر حط حديد اضافي للكاميرا موجود معاه عشان الاتنين دول مع بعض يشيلولي العزم الكبير اللي موجود بسبب الكسرة اللي موجودة في امتداد الكاميرا هنا هيتولد عندي opening joint ماينفعش الحديد ده هوت يلف ويكمل للنحية التانية هتطر أعمل مقص للحديد همد الحديد ده هوت وديه له طول تماسك LD من الجنب ده هوت والحديد اللي هيجي في الكاميرا التانية ياخد برضه طول التماسك بتاعه يمتد بالشكل ده هوت ياخد LD ويقف في النحية التانية يبقى كده حطيت مساحة الحديد الكلية اللي هنا ومساحة الحديد الكلية اللي هنا مع عمل الاحتياطات اللازمة لل opening joint اللي هتتولد عندي وتوقفات الحديد بعد كده زيها زي الفريمز اللي كانت الكاميرات فيها على امتداد واحد مافيش فرق بعد كده بالنسبة للركيزة البندولية أحياناً بيكون عندي الاعتبارات إن أنا عايز أخلي المنشأ بتاعي محدد استاتيكياً أو لأي اعتبارات أخرى أحياناً بيستخدم ركيزة بندولية في الفريم ركيزة البندولية اللي بنترسمها في structure بمفاصل عند الأطراف بالشكل ده هوت حتخليلي شكل المومنت بالمنظر ده ومفيش أي مومنت حيتولد عند الركيزة البندولية ده هيت وبالتالي الحديد بتاعها القطاع بتاع البندول ده هوت بيبع عليه compression بس مفيش عليه أي مومنت آدي الحديد بتاعه في الجنب ده هوت هيوقف هنا والحديد ده يوقف هنا والكاميرا بتاعة الفريم تعمل كأنها كاميرا مستمرة عادية جداً آدي الحديد العلوي اللي هيشيلي negative moment بيتحطي الوحده ملهوش أي علاقة بحديد العمد وده طبعاً الحديد السفلي يمين وشمال واريا ستيل داش بتاعة الكاميرات يمين وشمال الوصلة اللي معنا دلوقتي هي وصلة عمودين مع كاميرا ودي بتقابلني في المالتي ستوري فريمز زي اللي قدامي ده هيت الوصلة اهي في عمود سفلي وعمود علوي وكاميرا وشكل المومنت بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا لما اجي للتسليح بتاع العمود هلاقي العمود السفلي انهوت فيه مومنت غالب في الخارج بالشكل ده هوت هخبط له الخديد بتاعه هنا عند المومنت الكبير ممكن احتاج حديد زيادة شوية فقدي التسليح اللي جايلي من تحت قد يكون وبعدين اخبط على المعاق الحديد الاضافي اللي انا عايزه عشان يشيل المومنت الكبير اللي عند وصلة العمود مع الكاميرا الحديد الزيادة ده هوت انا مش محتاجه فوق بعد كده لان المومنت حيقلب ان احنا التانية وانا مش عايزه فباخده من العمود بلفه ودخله في الكاميرا منها ان انا نهيت العمود ودخلته في الكاميرا نهيت التسليح ودخلته في الكاميرا لانه مش محتاجه فوق وفي نفس الوقت هستغل الحديد ده في انه يشيل النيجاتيب مومنت اللي هو موجود في الكاميرا فوق ده يبقى يتحسب على انه يشيل المومنت ده وكمان الحديد ده مع الحديد ده يشيل المومنت المطلوب للعمود. طبعا غالبا بيكون المومنت السالب اللي موجود هنا هو اللي محتاج الحديد الأكبر بياخد الحديد دهوت من العمود من هنا ويوصل لحد ما يضطي الزيرو مومنت باع الكاميرا اللي هي النقطة دي ويقف بالشكل ده برضو لو كان الحديد كتير قوي ممكن اوقفه على مرحلتين مرحلة توقف هنا مثلا ومرحلة توصل للزيرو مومنت وتوقف بعد كده يبقى دي حديد العمود اللي في الجنب ده لما اطلع فوق هنا هو بداية من الدور الثاني في العمود اللي فوق هلاقي ان الشد اصبح في داخل الفريم وبالتالي ما فيش شد هنا ده بيديني فرصة ان انا اعمل الوصلة بتاعت الحديد في هذه النقطة بعد مستوى الكاميرا هنا مباشرة هنا ما فيش تنشر في الحديد دهوت وبالتالي اقدر اعمل الوصلة بتاعتي والاشعير بتاعته هنا بعد كده الحديد اللي فوق هو اللي جايلي من فوق من اللي شايل المومنت السالب اللي موجود الكبير اللي فوق اللي هو الشد برا ده ده الحديد بتاعه حييجي ويتوصل مع الحديد اللي تحت في المكان بالنسبة للحديد الداخلي حديد الداخلي بتاع العمود اهو ادي القطاع اللي تحت الحديد بتاعه اهو حيطلع ويكمل بس هيقبله هنا هوت مومنت الشد بتاعه للداخل يعني الحديد هنا هيبقى شايل مومنت رئيسي فعشان كده الوصلة اللي هنا ابعد عن منطقة الماكسيوم مومنت اللي هنا واقرب من منتصف ارتفاع العمود اقرب من زيرو مومنت اللي في العمود تقريبا عشان أقلل الشد اللي موجود عندي في الحديد ده عند منطقة الوصلة وأخذ الحديد ده أعمله الوصلة بتاعته في منتصف ارتفاع الدور بالمنظر اللي موجود عندي ده وده الحديد اللي هيكمل في العمود اللي هيبقى حديد داخلي فوق هنا بالشكل ده حديد الكاميرا هو اللي جايلي من حديد العمود داخل في الكاميرا ده هيشيل العزم السالب ده الحديد بتاع البوستر مومنت اللي في الكاميرا اللي موجود هنا يوصل لحد العمود مستقيم زي ما هو وده الاريا ستيل داش اللي موجودة في الكاميرا الوصلة اللي بعد كده هي وصلة عمودين مع كاميرتين وده برضو هيقابلني في المالتي ستوري فريم بس في العمود الداخلي في عندي عمود موجود تحت عمود موجود فوق كاميرا موجودة في الشمال وكاميرا موجودة في اليمين واده شكل المومنت اللي موجود عند الوصلة دي في الحالة ده هي باخد الحديد بتاع العمود السفلي الموجود عندي أدخله في العمود اللي فوق والعمود هنا في الجنب التاني نفس الكلام وأعمل الوصلة بتاعتي في منتصف ارتفاع العمود لأن فيه احتمال كبير في حالة لما يكون في عندي العمود دهوة عمود داخلي في الفريم أن يكون اتجاه المومت بتاعه بيتقلب لأن المومت ده احتمال كبير بيكون جايلي من الهوريزونتال فورسز من الويند مثلا وبالتالي أنا ما بعملش الوصلة بتاعتي زي الكيس اللي فاتد اللي كان فيها اتجاه غالب للمومت لأ أنا بعمل الوصلة بتاعتي في منتصف الارتفاع عشان أبعد عن المومت اللي ممكن يجيلي في الجنب ده أو في الجنب ده تبعا للشكل ده المومت ده اللي موجود في العمود ممكن يتقلب لاتجاه بتاعه فباخد حديد العمود من تحت يكمل في اللي فوق بالنسبة للكاميرا بعملها كأنها كاميرا مستمرة بالضبط عندي نيجاتيب مومت يميل ونوقت جهة نيجاتيب مومت شمال لو فرضنا أن ما فيش تماسل في الفريم بتاعي هيبقى تو مومت دول مختلفين ما فيش مشكلة هاخد الكبير اللي فيهم أصمم عليه الحديد العلوي اللي موجود عندي ويمتد عندي بالشكل ده هوت يغطيلي كل أماكن الشد ويقف بعد زيرو مومت من هنا وهنا وطبعا لو كان المومت اللي موجود فيه الفريم ده هوت كبير شوية فأنا ممكن الحديد بتاعي يكون على صفين أوقف جزء منهم بدري شوية هنا وجزء بدري شوية من هنا طبعا للمومت أوف ريزيستنس بتاع الأسياخ وشكل الماكسيمم بني مومت المتولد عندي في الفريم بالنسبة للمومت البوستوب اللي موجود في الكاميرات قادي حديد السفلي اللي موجود في البحر اليمين وقادي الحديد السفلي اللي موجود في البحر الشمال الوصلة اللي موجودة عندنا دلوقتي هي وصلة Two Beams عندي كاميرتين مع بعض لما يكون الفريم بتاعي في الكسرة اللي موجودة دهيت في السقف بتاعه بيبقى فيه هنا وصلة في حديد الكاميرا اللي فوق الوصلة دي بمنتعة البساطة كلها فيها Postive Moment زي ما أنا شايف كده هتعمل لي هنا Opening Joint ما ينفعش الحديد بتاعي يمشي ويلف كده هوت لازم أمد الحديد عند الوصلة دهيت مسافة LD ومن ناحية تانية وأعمل مقصب الشكل اللي موجود قدامي ده هوت بالنسبة للحديد العلوي اللي هو فيه Area Steel Dash هو ممتدة عند الوصلة ما فيش فيه أي مشكلة لو كان عندي الميل بتاع الفريم السقف بتاعه خفيف قوي زي اللي موجودة عندي ده هوت ففي الحالة ده هي ما فيش مشكلة إن أنا أمد الحديد بتاعي عند الوصلة وإن أنا أعتمد على الكائنات اللي هي تشيل مخصلة الشد اللي موجود في أسياح الحديد اللي كانت أنا خايف منها لأنها ممكن تسبب لي كسر في الكفر بتاعي والحديد ياخد كيرف بدل ما هو واخد الشكل الحقيقي جهو القطاع ويفقد قوة الشد اللي فيه طبعا الوضع ده خطير جدا وممكن يسبب انهيار للفريم فعلشان كده لو كانت الزاوية صغيرة أنا ممكن أصمم الكنات اللي موجودة في هذه المنطقة إن هي تشيل محصلة قوة الشد اليمين والشمال اللي هي قوة للخارج ده هيت بدل ما سيبها تنطر الكفر آخر ثاني أنا هعتمد على الكنان الدهية إن هي تشيلها بس هذا الوضع من التسليح لا يستخدم إلا إذا كانت الزاوية ثيتا زاوية صغيرة أوي بحيث أن أنا أعدى رشيل قوة محصلة الشد بتاعتي ببساطة عن طريق الكنان الوصلة اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي وصلة عمود مع كاميرا مع فريم بنقابلها في الفريمز اللي فيها تايز بالشكل ده هوت الاليفيت التاي قادي العمود وقادي الكاميرا بتاعت الفريم وقادي الشداد التاي اللي موجود عندنا وده شكل المومنت اللي موجود في الفريم لو جينا نبص في التسليح بتاعنا هنلاقي التسليح بتاع العمود بتاع الفريم الشد بتاعي بيديني اتجاه غالب طبعا اللي هو شد للخارج قادي حديد العمود الرئيسي اللي شايل الشد بيلف ويدخل معايا في الكاميرا عادي خالص زي الفريم اللي مفوش تاي تماما الحديد اللي في الجانب الآخر بتاع العمود هينزل معايا هنا هوت أو هيدخل فيه الكاميرا لأن ده هوت مش شايل شد ويكفي إنه هو يوصل لحد آخر الكاميرا من فوق ويقف بالمنظر ده الحديد بتاع الكاميرا بتاعتي ادي شكل المومنت بتاعها نيجاتيف مومنت وبوست مومنت ادي حديد النيجاتيف مومنت اللي هو الأحمر ده هوت اللي هو جايلي من العمود أصلا ومحسوب إنه هو يشيل الماكسيوم مومنت اللي موجود هنا حديد اللي هو الأخضر الغامق ده هوت هو الحديد اللي بيشيل البوست مومنت بتاع الكاميرا وادي حديد الاريا ستيل داشي اللي موجودة فوق نيجي الحديد الشداد في عندي احتمالين أو طريقتين لعمل حديد الشداد أول طريقة أنه باخد الحديد السفلي بتاع الشداد دهوت وأوصله لحد الآخر وألفه وأدخله في الكاميرا فوق وديله طول الروباط بتاعه اللي دي طول التماسك وياخد حقه كويس قوي لأن الشداد دهوت لو حديد بتاعه ما خدش الطول الكافي بتاعه هيحصل أن بوند فيلير وهينهار الشداد دهوت ويبقى زي قلته وفي الحالة دي الفرام كله ممكن أنه هو ينهار الحديد العلوي عندي اللي موجود في الشداد هو شايل شد برضه عايز دخله في الفريم بمده لحد الآخر ويخليه يعدي السنتر لايم بتاع الرافتر أو الكاميرا اللي موجودة فوق ويلف برضه ويطلع لفوق وياخد طول التماسك الكافي بتاعه ويقف فوق هنا هوت بالمنظر ده طريقة لعمل حديد الشداد لازم تراي حاجة مهمة جدا في رسم الفريم وفي تنفيذه ان السنتر لايم بتاع الشداد بتاعي مع السنتر لايم بتاع العمود مع السنتر لايم بتاع الرافتر اللي فوق لازم كلهم يتقابلوا في نقطة واحدة عشان ما يتكونش عندك اي مهمة اضافي في الوصلة دهيت بسبب عدم تلاقي السنتر لايم بتاع الفريم والعمود والشداد مع بعض طريقة تانية لعمل الوصلة دهيت بالنسبة لحديد العمود او حديد الكاميرا هو هو نفس الحديد بنفس الترتيب الفرق اللي عندي هو حديد الشداد حديد الشداد في الحالة دهيت حديد السفلي بيتاخد ويوصل لحد الاخر يعدي السنتر لايم بتاع الوصلة ويلف وياخد طول التماسك الكافي بتاعه زي الحالة الاول نية بالصبت بس الحديد العلوي بتاعه هو اللي ممكن بيفرق في الحالة دهيت الحديد العلوي بيمشي عندي لحد الاخر يعدي برضو نقطة التقابل بتاعت السنتر لايمز مع بعض ويلفل تحت ويرجع من هنا ويقف في الجنب ده برضو بعد ما ياخد طول التماسك الكافي بتاعه الطريقة دهيت في ترتيب الحديد بتخلي الحديد بتاع الشداد جزء يقف فوق وجزء يقف تحت بدل ما كلهم يقفوا جنب بعض بالشكل ده هوت في منطقة واحدة هو اسلوب اخر بيكون مناسب في بعض الاحيان يجوز استخدام الاسلوب ده هوت ويجوز استخدام الاسلوب التاني